يتمنى الكثير من الناس أن نجاح في بداية حياتهم وأنا واحد منهم كنت دائما أقول عندما أبلغ من العمر 25 سنة سأكون أغنى شخص في العالم لكن عندما تكبر في العمر أو لا تحقق الحلم الذي كنت تتمناه قد تشعر أن النهاية قد اقتربت أو أن القطار قد فاتك تقول لنفسك لقد فاتني القطار بينما في الحقيقة القطار لم يصل بعد هؤلاء الأشخاص يعتقدون أنه إذا لم تنجح في بداية العشرينات أو منتصفها أو نهايتها فهذا يعني أن كل شيء قد فاتك إذا كنت واحدا من هؤلاء الأشخاص فهذا الفيديو قد يفيدك كثيرا ستسمع فيه قصصا لثلاثة أشخاص لم يحقق النجاح إلا بعد عمر الخمسين لكن قبل أن أشارك هذه القصص أود أن أطلب منك كصديق ومتابع أن تضغط على زر الإعجاب لهذا الفيديو لأن جمع عدد كبير من الإعجابات سيساهم في اقتراح الفيديو لعدد أكبر من الناس ليستفيدوا منه والأمر الثاني إذا كان لديك قصة تريد اقتراحي أن أشاركها فأنا موجود لا يجب أن يكون الشخص مشهورا أو قد وصل لمنصب عال المهم أن يكون قد نجح في حياته بإمكانك إرسال قصصك على بريد الإلكتروني لنبدأ بأول قصة وهي للروائية البرتغالي العالمي المشهور جوزيه ساراماغو اشتهرت له مقولة لو مت قبل الستين لما كان أحد يعرفني فعليا لم يحقق جوزيه النجاح إلا بعد عمر الستين عاش جوزيه بين ودين فقرين للغاية وأميين لا يقرآن ولا يكتبان وصلت بهم درجات الفقر لدرجة أنه كان يمشي سنوات حافي القدمين في قريته الصغيرة في سن الخامسة عشرة بدأ العمل في محل حدادة وصناعة الأقفال واستمر في هذا العمل لسنوات طويلة بجانب دراسته المهنية بعد التخرج عمل كميكانيكي وانتقل بين عدة وظائف حتى عمل مترجما وعندما بلغ الأربعين من عمره أصبح صحفيا نظرا لمهاراته في الكتابة والتحرير ورغم جهوده الكبيرة كان يعاني من الطرد المتكرر من الوظائف بسبب مواقفه الإنسانية الصريحة في النهاية نجح جوزيه بعد عمر الستين حيث حققت روايته الرابعة نجاحا عالميا حصل على جائزة نوبل للأدب في عام 1998 وبيعت أعماله بأكثر من مليون نسخة وترجمت لأكثر من خمسين وخمسة لغته توفي عن عمر ثمانية وثمانين عاما بعد إصابته بمرض اللوكيميا لكنه يظل أحد أكثر القصص إلهاما لرجل حقق النجاح بعد عناء طويل القصة الثانية هي عن هنري فورد مؤسس شركة فورد للسيارات لم يحقق هنري النجاح الفعلية حتى بلغ خمسين عاما كانت أول محاولة له في صنع سيارة عندما كان في الأربعين قبل ذلك كان موظفا بسيطا لكن الآن تعتبر شركة فورد من أكبر الشركات في العالم وقد أصبح هنري واحدا من أغنى الأشخاص في العالم بعد سنوات طويلة من الكفاح والعمل الشاق حتى حقق ما أراده وأكثر القصة الثالثة تخص كولونيل ساندريز مؤسس سلسلة مطاعم كينتاكي ساندريز عاش طفولة صعبة للغاية بعد وفاة والده وهو في السادسة من عمره لكنه اكتسب مهارة في الطبخ وتحديدا في طهي الدجاج رغم عمله في عدة وظائف لم يحقق النجاح حتى فتح أول مطعم له بعمر ستين عاما وبعد اثنتي عشرة سنة فقط أصبح لديه ستمائة فرع في أمريكا وكندا وأصبح واحدا من أغنى الأشخاص في العالم هذه مجرد ثلاث قصص من بين آلاف الأشخاص الذين نجحوا بعد سن الخمسين هذه القصص تعلمنا أن النجاح ليس محددا بعمر معين يمكن لأي شخص أن ينجح في أي مرحلة من حياته طالما استمر في المحاولة والعمل ترجمة نانسي قنقر